في عروف أند ريسنغ انطلق شوط السابع والأخير شوط الختام من مسافة الـ 2200 متر بانطلاق التسع من الجيادة المستوردة ثير بريد شباق هنديكاب تصنيف من صفر إلى مئة ينطلق هنا من مسافة الـ 2200 متر لما انطلاق بطيالي زاميران من البداية بينما انطلاق سريع للمرشح الأول بير مونسي هو الذي يتصدر شباق الآن بينما تخطف الصدار الآن من قبل تون بروكي بقيادة الفارس أندرو إليت وإذن أربع جياد في موقع واحد تون بروكي مينستريتش وأيضا لدينا كارتاغو وبرمونسي إذن هنا تغيرت الصدار لمصلحة كارتاغو بقيادة الفارس عبد الرحيم جاسم كارتاغو الحائز على المركز الثاني في هذا السباق في العام الماضي المركز الثاني يتواجد مينستريتش الحائز على المركز الثالث في شوط الفرسان في الأسبوع الماضي تون بروكي في المركز الثالث في الحائز على المركز الثاني في كاس عيد الوطني بينما ياتينا بير مونسي بمحادث السياج في المركز الرابع ويسلستوب المرشح الثاني في المركز الخامس تقاسيم ياتينا سادسا بينما كرونوف واراغون في المركز السابع وثامنا ياتينا فضاء وزاميران في آخر الجياد إذن كارتاغو سلالة دونسلي على صدارة هذا الشوط بينما تون بروكي ينطلق في المركز الثاني والمرشح الأول بير مونسي في المركز الثالث ويسلستوب الجنوب الأفريقي في المركز الرابع وخامسا ياتينا فضاء والمركز السادس هناك أيضا تقاسيم وسادسا ياتينا أيضا هناك مينستريد هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية انطلق المرشح الأول هناك أيضا بير مونسي بشعار الأبيض سلالة غاليليو ينطلق على المركز الأول اللي مصلح الشيخ عيسى بن دعيش بن سلمان بن مبارك هناك محاولات أيضا من قبل وسلستوب ومن وسط الجياد هناك محاولات من قبل زاميران بقياة أنيس السيابي لكن صدارة مع بير مونسي ريتشارد مولن على صدارة هذا الشو محاولات من قبل وسلستوب وزاميران لكن صدارة مع بير مونسي سلالة غاليليو يقترب من تجاع الشوطة السابعي والأخير المركز الثاني وسلستوب زاميران في المركز الثالث وكارتاغو في المركز الرابع